موسيقى بالنسبة لي حزب التجمع الوطن الاحرار والذي احترمه بالمناسبة وأقدره وكنت من الذين دافعوا عن دخولي في سنة 2013 إلى الحكومة في التعديل الذي يقوم طبيعة البرنامج الذي يحمله وأيضا طبيعة الإشكاليات التي تعرض لها في الآوينة الأخيرة لا ننسى بأنها حملة المقاطعة استهدفت من بينما استهدفت الشركات التي يديرها عزيز أخنوش وخاصة مؤسسة إفريقيا وهذه المقاطعة يمكن أن أقول بأن كان لها أيضا نتائج سياسية ويمكن أن أقول بأنها قضت على مجموعة من الأحلام التي كانت لدى هذا الحزب بتصدر المشهد الحزبي والسياسي الآخر أيضا في الآوينة الأخيرة تم أعفاء محمد بوسعيد وزير المالية من هذا الحزب لأسباب غامضة وأعتقد بأنها أسباب خطيرة ربما أنه المغاربة لم يعرفوها في نظري إذا أعتبرنا من هذا الحزب هو يمتل طبقة ليبرالية رأس المالية أساسا تسعى نحوها الربح السريع أكثر من البعد الإجتماعي حملة المقاطعة وما خلفته من النتائج الإعفاء المفاجئ لوزير المالية لأسباب غامضة كل هذه المعطيات بالنسبة إلي لا تشجع على أن يبقى هذا الحزب في الحكومة لتولي هذه المهمة الاجتماعية الكبيرة التي تنتظر بلدنا في الآوينة الحالية والمستقبلية وبطبيعة الحال أتمنى أن تأتي المبادرة من حزب تجمع الوطن الأحرار انطلاقا من حس وطني وأنا أعرف بأن داخل تجمع الوطن الأحرار هناك أيضا أصوات طالبات الحزب بأن يخرج إلى المعارضة ليست معنى ذلك أن المعارضة مسألة سلبية المعارضة هي ركن أساسي في بناء الديمقراطية لكن نحن نبحث عن أفضل المكونات التي تجعل الحكومة قادرة على تحمل العب الاجتماعي وأن لا تجعل المؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة مع الشارع هذه الفكرة الأساسية